أعرف منهم على آخر الأجواء هناك في ملعب الرامل سيد الخير يا شريف سيد الخير تحيتي لك يا كابتن أيمن ولديوفك الكبار ولكل مشاهدي قمعات النادي الأهلي في كل مكان يا رب بإذن الله يكون الموسم جديد أو سنة جديدة بإذن الله 2021 هي سنة حمراء زي ما قال سيد بريم منيس طبعا في مجلة النادي الأهلي أو منشطة النادي الأهلي 2020 هي سنة حمراء لنادي الأهلي بطولات حد سوى حرج إنشاءات حد سوى حرج يبدو إن سنة 2020 سنة من أولى الأخيرة للنادي الأهلي يا رب بإذن الله يكون 2021 هي سنة أيضا للنادي الأهلي واحتكر الأهلي كالعادة جميع البطولات المحلية والأفريقية ونوصل للنجمة العشرة بإذن الله النهاردة الجمعة اليوم الجمعير الأهلي كلها بتعشقه اليوم اللي خلصنا فيه الدربة القضية أفشى والنجمة التسعة البطولة الأفريقية المحببة لكل جماهير النادي الأهلي النهاردة مباراة الأهلي ودجلة على استاد ملعب الأهلي والسلام جراءات احترازية قوية جدا 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 من أول للبوابات الخارجية خالص يمكن تأمين شورتي على الأعلى مستوى وأن طبعا أمن النادي الأهلي على الأعلى مستوى دخول لازم الكمامة طبعا ممنوع التهاون في الإجراءات الاحترازية داخل الاستاد ملعب مباراة حاجة رائعة جدا يمكن القائمين على ملعب مباراة قانو حرسين الثلاث اليوم الأخار أن هما يغطوا الملعب بالكامل عشان يظهر بأبها صورة لي في مباراة الأهلي ودجلة النهاردة بإذن الله يا رب بإذن الله يكون ملعب وش حلوة النادي الأهلي النهاردة بإذن الله ويفوز على فريق كبير هو فريق أود دجلة الحزر طبعا مستر موسماني والكابت ستبت الحفيز من خطورة فريق دجلة ولازم التركيز من أول دقيقة غيابات النادي الأهلي النهاردة كتير جدا يمكن تكلم في 11 لعب غاية بالنهاردة كهربا طاهر محمد طاهر جيلاردو مروان أفشا محمد هاني السلية عجيه ناصر ماهر أكرم توفيق رامي ربيع يا رب بإذن الله تكون السنة جديدة وش حلوة علينا في الإصابات وما يكونش فيه إصابات كبيرة في السنة الجديدة النهاردة تحكيم طبعا يمكن الحكم أحمد الغندور وصل الساعة 5 ونص وصل بدل جدا وقنحاريس هو وتقم تحكيمه ينزل أرض الملعب عشان يتفقدوه طبعا ويمكن كان عنده اعتراض على الإعلانات الخلف المرميين وقال لازم يبعده حوالي 3 متر عن المرمى حرصا على سلامة اللاعبين بيحكم النهار طبعا حكم ساحة أحمد الغندور مساعد أول محمد عبد الحميد مساعد تاني شهاب راشد حكم رابع محمد حسن حكم الفيديو النهاردة حسام عزب حجاج ومساعده محمود أبو الرجال النهاردة نقل التلفزيوني بسبع كاميرات يارب بإذن الله النهاردة يكون يوم جميل لكل جماهير النادي الآلي ويفوز الاهل النهاردة بسلس نقاط جداد يضافوا إلى رصيد النادي الآلي والمناسبة في الآخر النهاردة عيد ميلاد علم علول أصر عديريفري في مصر النهاردة يارب بإذن الله يعمل مبارد النهاردة طاليق النهاردة بيوم عيد ميلاده ديكا كلك ولسنا في ملعب الأهل والسلام عاود لك من جديد كابتن أيمن تفضل ومن شريف نروح لزميلنا فاروق صلاح ونعرف آخر استعدادات فريق ودي دجني سأل خير يا فاروق كل التحية لك يا كابتن أيمن وكل التحية لديوفك الكرام وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة تقناة الناد الأهلي في كل مكان من هنا من استاذ الأهلي والسلام وفعليات الجولة الخامسة للدوري المصري مواجهة تجمع ما بين الناد الأهلي وغزلان الوادي فريق ووادي دجلة مواجهة قوية جدا في طار سلسلة مباراة الناد الأهلي طبعا في الدوري المصري بعد البدال قوية جدا للناد الأهلي بتحقيق الانتصار فيه الثلاث لقات تكلم بالتحديد على فريق ودي دجلة اللي نيدر نوت بيعيش حالة من الاستقرار الفني سبات على الجاز الفني منذ الموسم الماضي بقيادة اليوناني بابا فاسيليو قدر أنه يدعم بأكثر من 12 لعب هذا الموسم تدعمات مهمة جدا يعني كان أبرزهم عناصر الخبرة كالديرون الرأس الحرب اللي كان لها فترة في نادي الإسماعيلي أيضا صلاح أمين واحد من عناصر الخبرة اللي تم ضمها هذا الموسم لفريق ودي دجلة النهاردة الفريق بيعاني من غياب محمد هلالة للنجم خط الوسط وأيضا مدارب حراس المرمى ديمترس ليه سبوت إيجابية عينة مسحة كورونا الخاصة بالفريق مستر بابا فاسيليو طبعا الطريقة المحببة ليه في فريق ودي دجلة 4-3-3 عنده استقرار فني في رباع خط الدفاع سواء هاب للمباركي حمود مرعي وخالد رضا وإسحاق ويعكوب طبعا كل التعليمات اللي قالها للعبين عملية التحضير وبناء الهجمة من الخط الخلفي ودي الكرة اللي دايما بيجدها وبيلعب عليها فريق ودي دجلة أهم تعليمات مستر بابا فاسيليو اللي عبي ودي دجلة النهاردة في مواجهة فريق النادل الأهلي إنه إزاي يقفل على مفاتيح لعب النادل الأهلي وإنه إزاي ما يديش المساحة لمحمد شريف إنه ما ياخدش المساحة في استغلال صورة محمد شريف دي كانت من أهم النقاط اللي مستر بابا فاسيليو كان حريص إنه يتكلم فيها مع لعبي فريق ودي دجلة طبعا عارف قيمة النادل الأهلي وكان لنا كلام يعني مع الأفراد الجازي الفني قال إحنا عارفين النادل الأهلي وعارفين قوة النادل الأهلي ومفاتيح لعب النادل الأهلي النادل الأهلي فريق بيملك كل العناصر عنده مفاتيح لعب في كل الخطوط سواء خط الدفاع أو خط الوسط عامل اللي هو تكتل في خط الوسط بثلاث لعبين يعني وعودة اللعب محمد رضا عمل 3 في نص الملعب أنه يقفل على النادي الأهلي عملية تحضير اللي بيجدها النادي الأهلي في نص الملعب إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الأهلي يعني النهاردة برضو يا كابتن أيمن قبل ما أخطب معاك وترجع لك الكلمة كنت متواجد مع فريق النادي الأهلي طبعا في مقر قامة فريق النادي الأهلي النادي الأهلي النهاردة كان مستر بيتسو موسيماني اغتمع مع أليو ديانج وقدر أن الجلسة استمرت لأكثر من نصف ساعة في جلسة مفردة ما بين مستر بيتسو موسيماني وأليو ديانج نهاردة أيضا بنبارك ليه اللعب محمود وحيد يعني رزق بيه بنوتا مع بداية السنة إن شاء الله تكون سنة سعيدة يعني أسمها لايان أن نتمنى له طبعا كل التوفيق ونبارك له أيضا نهاردة بداية السنة وكل سنة وعلي معلول الطيب وعيد ميلاد علي معلول إن شاء الله يا كابتن أيمن تكون سنة سعيدة على كل لعيب النادي الأهلي وعلى كل أفراد المنظومة الرادية وعلى مصرنا الحبيبة إن شاء الله يرجع ويعود تاني ويعم عليها السلام والشفاء لكل أفراد الشعب المصري من جديد تعود الكلمة للكابتن أهمن شاوي وضيوفه الكرام شكرا جزيلا للزامنين العزيزين شريف شعبان وفاروق صلاح كابتن علاء